بسم الله الرحمن الرحيم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مخدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فتيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتكون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لثاني فأرثي إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاب أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرثل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فألت وأنت من الكافرين قال فعلت هائذا وأنا من الضالين ففرضت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرثل إليكم لمجنون قال رب المسرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقدون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى أصاه فإذا هي تعقان مبين ونذع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسعره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبأس المدائن حاترين يأتوك بكل سحار عليم فدنع السهرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع الزهرة إن كانوهم الغالبين فلما زاء الزهرة قالوا لفرعون أإن لنا لأذرا إن كنا نأم الغالبين قال دعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أطاه فإذا هي تلقه ما يأفكون فألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قف عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يدخلنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أترب عبادي إنكم متبعون فأرتل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولا إلى شرزمة كبيرون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومطام كريم كذلك وأورقناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الزمعان قال أطحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وعذلفنا ثم الآخرين وأنزينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واجل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسفين وإذا مردت فهو يسفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وعلى إقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتشتين وبرزت الجحيم للغاوين وسيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينفرونكم أو ينتفرون فكوكبوا فيها هم والغاوون وزنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختتمون كالله إن كنا لدي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا تديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو لازيذ رحيم كذبت قوم روحين المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوع ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتفوا الله وأطيعون وما أبهلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتفوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فابتح بيني وبينهم فتحا ونجلي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم هود كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا ضطشتم ضطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت سمود المرسلين إذ طال لهم أخوض صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فتفوا الله وأطيعون وما أتألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتبركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل صلعها هضيم وتنهتون من الجبال بيوتا فارحين فتكوا الله وأطيعون ولا تطيعوا حمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمثوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأطلعوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوط ألا تتكون إني لكم رسول أمين فتقوا الله وأطيعون وما أثألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أغفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصات المستقيم ولا تبخثوا الناس أجياءه ولا تأتوا بالأرض مخسرين واتقوا الذي خلقكم والزبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ذنك لمن الكاذبين فأسط علينا جزفا من السماء إن كنت من الظادثين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك زلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم ضغتة وهم لا يشكرون فيقولوا هل نهلهم ضرون أفبعذابنا يتعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى أنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن الزم إلى معذورون ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واختب جناك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصواك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ألأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ذلكون السمع وأثرهم كاذبون والسعراء يتبعون الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون